بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس صعيد إلى حدود صباح اليوم 32 ألفاً وأربعة وثلاثين مشاركاً من بينهم 25 ألفاً و700 ومشاركين ذكور وستة ألاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين مشاركاً من الإناث وفق ما ورد بالبوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية وتتكون الاستشارة الوطنية التي تهدف إلى التعرف على اقتراحات المواطنين بشأن القيام بإصلاحات سياسية تعرض لاحقاً على استفتاء شعبي تتكون من ستة محاورة وهي الشأن السياسي والانتخابي وشأن الاقتصادي والمالي والتنمية والتحول الرقمي والتعليم والثقافة والوضع الاجتماعي والصحة وجودة الحياة كما يتضمن كل محور أسئلة مع مساحة للتعبير الحر وقد تم إخضاع المنصة المدرجة بالبوابة إلى فترة تجربية انطلقت منذ غرة جانفي الجاري إلى حين إطلاقها الفعلية يوم الخامس عشر من نفس الشهر في الأثناء نفى مدير تكنولوجيا الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال شوقي الشيحي سحة توقف عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستشارة الوطنية منذ انطلاق التسجيل والإجابة على تساؤلات الموضوعة ضمن المنصة بداية من السبت الماضي مضيفا بأن المنصة الإلكترونية تستجيب لمعايير السلامة بضمان مشاركة وحيدة لكل مواطن وحماية المعطيات الشخصية عبر الهوية المخفية مؤكدا أن الوزارة أبرمت للغرض اتفاقية مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ومع مشغلي شبكة الاتصال ترجمة نانسي قنقر